موسيقى موسيقى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع أهله بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا برنامج عنوانه قالت العرب نأتي فيه على أبيات من الشعر ثم نذكر ما يمكن أن يقال ويحام حولها من قائل البيت من مناسبة القصيدة مما يتعلق به من أخبار وآثار حول تاريخ العربي وآدابها لقاء اليوم عنوانه كأنه علم في رأسه نار هذا بيت أو عجز بيت شهير حتى عامة الناس يعرفونه يدركونه يتمثلون به وقل ما تجد عربيا إلا ويحفظه والبيت للخنساء والخنساء لقب لامرأة اسمها تماضر بنت عمر الشريط من بني سليم وبني سليم قبيلة عربية كانوا يسكنون شمال الحجاز من جهة النجد ما بين نجد والحجاز وهذه المرأة خلدت ذكر أخيها صخر بقصيدة رائية شهيرة عنوانها قدن بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشت لنحار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظمي جبارو وهذه الرائية أنشدتها تماظر الخنساء بين يدي النابغة الدبياني في سوق عكاف فيروى أن النابغة أجابها بقوله والله لو لأن أبا بصير يقصد الأعشاء أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر الجن والإنس وسيأتي تمام القصة في رقاع آخر لكن الآن الذي يعنينا قولها كأنه علم في رأسه نار هي تتكلم عن أخيها أول ما يقع في خلدك في قلبك في رأيك لما شغفت هذه المرأة بأخيها الأول الذي ينبغي أن تعلمه أن أخاها صخراً لم يكن أخاً شقيقاً وإنما كان أخاها من أبيها كان صخراً أخاها من أبيها لكنها تماظر خطبها أول الأمر دريد ابن الصمة فلم تقبل به فتزوجت رجلاً من بني قومها كان ذلك الرجل كريماً متلافاً للمال فلما قل ما في يدها أتت أخاها صخراً تنشده المال فقاسمها ماله ثم إن ذلك الرجل زوجها ضيع المال وأتلفه فعادت إلى أخيها صخراً فقاسمها المال فوقع هذا الأمر مرة ثالثة فقاسمها المال فلما قاسمها المال كأن زوجة صخر لامته عاتبته ومع ذلك لم يقبل صخر عتاب زوجته في أخته الخنساء كل ذلك أوقع في نفسها حب أخيها وإجلالها له وإجلالها له حتى قدر أن أخاها يطعن في إحدى المعارك التي كانت بين العرب في الجاهلية يطعنه رجل يقال له أبو ثور الأسدي لكن تلك الطعنة لم تقتل صخراً في مكانه وإنما حمل الطعنة معه عاماً كاملاً حتى كان في كسر البيت طريحاً لا هو حي فيرجع ولا هو ميت فينعى مكث على ذلك عاماً ثم فاضت روحه ومات كل ذلك أثر في الخنساء فأخذت تقول في أخيها تلك الرأية في الرثاء قدم بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار وتقول في سينية لها يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي الآن نأتي للمقصود من البيت تقول وإن صخراً لوالينا وسيدنا والينا من يهتم بأمرنا ويقوم بشؤوننا وسيدنا السؤدد شيء مطلوب مرغوب وقد جاء في الأحاديث الكثر ذكر كلمة السيد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وقال عليه السلام سيد الشهداء حمزة وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فمفردت سيد قائمة في كلام العرب والله أز وجل قال في كتابه العظيم وألف يا سيدها لدى الباء فجعل الزوجة له قوام على زوجته له قوام على زوجته هنا تقول هذه المرأة العظيمة في أخيها وَإِنَّ صَخْرًا لَوَالِيْنَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتُوا نَشْتُوا دخل الشتاء الشتاء مظنة الجول ليس كل واحد يقدر على أن يطعم في أيام الجول وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتُوا لَنَحْارُ يَنْحَرُ من بهمة الأنعام ما ينحر حتى يطعم الناس ثم قالت وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ الْهُدَاةُ بِهِ الآن من يتقدم في الصلاة يسمى إمام ومن يتبعه يسمى مأموم العرب في جاهليتهم وهم يجوبون القفار والديار والأمصار ثم تأقوام يقال لهم الهدى الهدى هؤلاء جمع هاد وهو الذي يمشي في أول الركب ليدل من بعده على ما أمامه فيتقول وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ الْهُدَاةُ بِهِ ثم شبهت حاله بأن مجده وفضله وكرمه ليس بالشيء الذي يجعل كأنه علم في رأسه ناره علم بمعنى جبل علم بمعنى جبل الله عز وجل قال في كتابه العظيم عن السفن ولهم جوار المنشآت في البحر كالأعلام فشبه السفن بالجبال وبعض العلماء يقول وإن كان هذا عندي بعيد أن علم على جبل يعني اسم لجبل بعينه لكن مفردة علم في اللغة تأتي بمعنى جبل فيتقول وَإِنَّ صَخْرًا لَوَالِيْنَا وَسَيِّدُنَا وَإِنَّ صَخْرًا إِذَا نَشْتُ لَنَحْهَارُ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ أي أنه رجل معروف بسودده بشرفه يتبعه الغير وليس هو تابع لغيره هذا ما قالته العرب مما يمكن أن يستسقى من هذا المعين وهذا الذي يعني يهمنا في اللقاء هذا أن الإنسان كلما أودع في قلب أحد شيئا من الإحسان تعلقت القلوب به فإن الخنساء كان لها أخوان معاوية وصخر معاوية كان أخا شقيقا وصخر لم يكن أخا شقيقا كان أخاها لأبيها ومع ذلك قالت ما قالته في صخر أكثر مما قالته في معاوية وما ذاك إلا لإحسان صخر إليها والرثاء كما تعلم غرض من أغراض الشعر العربي شائع عندهم عرف من الجاهلية وإلى يومنا هذا ما زال الناس فيهم شعراء يقولون قصائد الرثاء في من سبقهم إلى الله جل الشأن ويخلدون ما قالوا حسان في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد وقصائد الرثاء أكثر من أن تعد أو أن تحصى كرثاء المتنبي لعبفاتك وغيره من الشعراء هذه المرأة الجليلة أدركت الإسلام وأسلمت وشهدت القادسية وقاتلت وحاربت ويقال إن حزنها على صخر بقي ملازم لها حتى بعد إسلامها حتى عمي بصرها رضي الله عنها وأرضاها والخنساء كما بينا إنما هو لقب لها ولا اسمها تناظر بنت عمر الشريد وهي من بني سلعي الأخوة في النسب شيء عظيم ويقع في الألفة ما بين الإخوة ما قد لا يقع في غيرها وإن كانت العرب تقول رب أخذ لك لم ترده أمك لكن أخوة النسب لها شأنها العظيم في الدين لها شأنها العظيم في العرف في أحوال الناس جميعا والعرب تقول إن أخاك الحق من كان معك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك وهذا من الحق الذي لا يقال لكن ذلك لا يمنع أن يقع ما بين الإخوة ما يقع كما وقع ما بين يوسف بن يمين من وجه وبين إخوتهما من وجه آخر وخلده القرآن وذكره الله عز وجل في كتابه قدم بعينيك أم بالعين عوار أم ذرفت إدخلت من أهلها الدار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنا حار حمال ألوية هباط أو دية شهاد أندية للجيش جرار حمال ألوية الجيوش فيما سبق كان لها ألوية ولا يقدر كل أحد على أن يحمل اللواء لأن ذلك سيكلفه البقاع والصمود والثبات في أرض المعركة فإن قوام الجيش يتعلق باللواء فيتقول عن أخيها حمال ألوية هباط أو دية كثير السفر كثير التنقل كثير الترحال إما لغزو إما لصيد إما لبر حمال ألوية هباط أو دية شهاد أندية العرب كانت لها نوادي تجلس فيها تسمر ولهذا جاء في القرآن أبو جهل يقول أنا أكثر أهل هذا الوادي نادية فجاء القرآن يرد علي فليدعو نادية سندعو الزبانية كما في سورة العلق فهو يتقول عن أخيها حمال ألوية هباط أو دية شهاد أندية للجيش جرار يعني يقود جيوش جحافل من الجيوش يقودها ويتقدمها ثم قالت نحار راغية بهيمة الأنعام ترغي فهو ينحارها لا يجعلها لنفسه وإنما يجعلها لضيفه نحار راغية ملجاء طاغية قد يبتل الإنسان بطاغية يضره يعتمر عليه يكيد له فيحتاج وهو ضعيف بعد الله عز وجل إلى من يتقوى بهم فتقول إن أخاها صخرا كان الناس إذا ابتلوا بالطغيان إذ ابتلوا بأحد يتسلط عليهم لجأوا إلى من؟ لجأوا إلى صخر نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية العانية الأسيرة فكوى إطلاق صراحها وهذا ليس كل أحد يقدر عليه فهي إما أن يطلق صراحها بالقوة بحيث تغزى تلك القبيلة وتفك العواني وإما ببدل المال حتى يخرجن من قيد الأسر فقالت نحار راغية ملجاء طاغية فكاك عانية للعظم جبار يجبر الكسر يجبر الكسر تقصد أن الإنسان قد تحيط به نوائب الدهر حوادث الدهر ومع ذلك يحتاج إلى من يجبر كسره ويقيل عثرته ويعينه على كبد الأيام ونصبها فيتجعل وخاها ليس لنفسه فقط وإنما للناس جميعا فهو يطعم وهو يذود بسيفه وهو يفك العواني وفي الوقت نفسه هو من أكثر من الترحال والتنقل فهو هباط أودية في السينية قالت تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس أي أنها الليل والنهار تبكي على أخيها تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي ثم أخبرت أن الموت شيء شائع في الناس ولا يمكن أن ترى أحدا لم يفقد أحدا هذا محال ثم قالت بعد ذلك ولولا كثرة الباكين حولي المصائب تخفف إذا كانت في الناس عامة يجعل ثقلها على النفس أقل يقول شوقي إن المصائب يجمعن المصابين والعامة تقول في أمثالها الموت مع الجماعة رحمة وهذا حق فإن المصيبة إذا عمت هانت على الأفراد فقالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي أي لو شئت أن أرى كثيرين يبكون على إخوتهم قد ماتوا لوجدت ذلك كثيرا ولولا كثرة البأكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ثم استدركت قالت وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي أي أن إخوتهم على جلالة قدرهم وحظهم في قلوب من يحبهم إلا أنهم لا يبلغون مجد أخي صخر فقالت وَلَوْ لَا كَثْرَةُ الْبَاكِينَ حَوْلِ عَلَى إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُوا نَفْسِي وَلَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي والإنسان ينبغي أن يعلم أن المصيبة تبدأ كبيرة ثم تصغر ما من مصيبة حلت بأحد إلا وقد حل أضعافها أو كثير منها بأحد قبله وهذه سنة لا تتبدل وصبغة لا تتغير والله عز وجل يقول وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ هذه هي الخنساء تماظر بنت عمر بن الشريد في قولها كأنه عدم في رأسه نار وهذا مما قالته العرب في سالف الدهر وذاهب الأيام والعلم عند الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر